السلام عليكم حياكم الله وياهل وسهلا. الله يسعدكم يحفظكم شاء الله. انا بتكلم اليوم عن بعض التوصيات المنقوصة يعني. في توصيات منقوصة اه او ما حبوا اصحابها يكملونها واستمرت موجودة بالكتب وبرؤوس بعض البشر. واهلا وسهلا فيهم والله بالجميع. بالعكس احنا احنا نكمل بعض. لكن الفكرة لما تكون يعني مش مكتملة. ربما يكون لها يعني اضرار او يكون لها تكليف زايدة واعباء زايدة انت مش محتاجها حقيقة. فانا بتكلم اليوم عن كيف نتعامل مع الاحواض بعد نزول الامطار. طبعا انتم معارفين النخل هذا معنظر كبير عمره. واحنا كل سنة نعدل الاحواض. فبالتالي بطبيعة الحوض هذه اللي انتم شايفين قدامكم هو اعلى مستوى سطح الحوض هنا. هو اعلى مستوى من اه سطح التربة العادي. نتفاقنا على هالنقطة. الامر الاخر الله يسعدكم انه لما ينزل مطر احنا جانا بالقسيم يمكن اه خمسة عشر يوم منها يمكن اسبوع متواصل الامطار. فكانت الاحواض هذه مليانة موية. مليانة يعني اه اكثر من المعتاد. كانت تطلع برا. التوصيات اللي يقول لكم منقوصة يقول لكم بعد نزول المطر هنا هيكون في املاح. وهذا طبيعي. امر طبيعي يعني. خلونا نشوف هذا ترى مش املاح هذا سطوع الشمس. فالاملاح لما تنزل الامطار من حواف الاحواض هنا من اعلى الحوض راح تنزل صحيح تنزل للاحواض. جزء راح ينزل لحوض الشجر. هو جزء الثاني اللي من الجهة الاخرى للنقطة العليا هنا. حينزل لبرة ينطردوا برة. اتفقنا. التوصيات الاولى يقول انه الاملاح هنا راح تنزل على الحوض. هذا كلام جميل. طيب انت ما قلت لي كمية الامطار لو ربطت التوصية هذه بكمية امطار معينة انا اتفق معك. لكنه انت قلت بس انه بعد الامطار اغسلوا لان الاملاح راح تنزل وراح تأثر الاشجار والنبتات بكمية الاملاحة اللي نزلت على الجذور. انت لما تقول كده وتوقف في امطار تختلف عن امطار موسم عن موسم وسنة عن سنة. الامطار اللي نزلت علينا السنة هذه انا راح اقول لكم ايش سوت. طبعا شوفوا الحوض. هذه الحواف باينة. تمام? الحوض هذا اتعبه يمكن اه حدود التسع مرات من المطر. فاول مطرة نزلت الاملاح من هنا من حواف الحوض نزلتها داخل ما مختلفنا. وجزء هنا زي ما احنا ذكرنا. ثاني مطرة برضو ثاني مطرة انغسل هذا غسيل تام. الان ما عندي املاح هنا بالحواف في الاحواض. انغسل غسيل تام. الجزء اللي نزل هنا والجزء اللي نزل على خارج على الارض نفسها برا. الجزء اللي نزل هنا اتعب الحوض بعد ما نزل اول مطرتين اتعب الحوض يمكن خمس مرات ست مرات تتعب الحوض. فاصبح الحوض هو اللي يطرد الاملاح للخارج. هنا التوصية المنقوصة. هم ما يذكرون انه لما تزيد الامطار لا تتصرف ولا تغسل. هم كانوا يقولون لما تزيد تجي الامطار وتنزلك الاملاح. اعطي ريه غزيرة تترد الاملاح. نعم لكن لما تزيد الامطار عندك انت لا تسوي شي. توقف عند الحد هذا. والاملاح اللي بالحوض هو تعب الحوض ونغسل. يعني هل مياه الامطار تقارنها بالمياه الريه اللي عندنا راح نسقي منها. بلا شك مياه الامطار اقل املاح. فاحنا نغسل بالمياه حقتنا اعلى ملوحة. فطالما الحوض هذا تعبه وشوفوا الحواف قدامكم. هذي هذي انهايات مياه المطر. الحوض تعبه اكثر من مرة ومرتين وثلاث مياه عاذبة جدا جدا الاملاح اللي نزلت اول مطرة نزلت هنا انطردت برا. يعني اصبحت نقطة الطرد من داخل احواض الشجر. مش من الخارج زي ما يتوقعون او زي ما ذكروا. هنا انا اقول الدراسة من قوسة. لازم الكلام يكون على كمية الامطار اللي تنزل. امطار خفيفة نعم اغسلوا الاحواض. ما عندي مشكلة. عطوها ريه وريه تغسيل بحيث ان تغسلنا الاملاح. امطار متواصلة. الحوض اصبح هو مجمع للمياه العذبة يطرد الاملاح للخارج. يعني اصبحت اضعف نقطة بالاملاح داخل الحوض. واصبحت اعلى نقطة خارج الحوض. عكس التوصيات حقتهم. هذا اللي والله احبيت اقوله اليوم. انا ما مش اعارض افكارهم. ولكن النقص اللي بالبعض الدراسات. بعض الناس الى اليوم هو يردد هالكلمات. بعض المطر اغسلوا. يا اخي اذا كانت مطرة غزيرة فاين غسلة خلقة ومياه عذبة. املاحها يعني لا تكاد تذكر املاح مياه المطر. احنا نروي هنا يمكن ب الف وزيادة او الف وخمسمية وتوصل الفين بي بي ام. الراية العادية. لما اغسل باملاحي اقارنها باملاح مياه المطر اللي انغسلت. هذي والله الفكرة اللي حبيت اقولها اليوم. والله يسعدكم مع السلامة.